السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة من الفيديو يبدو أن هناك علاقة حميمية بين شلول ودريوش السؤال فقط قلنا قبلنا بللي هل نرى نوردين دريوش في إدارة شبيب القبائل في الأيام القليلة القادمة مع تغييرات فيها في التسيير والإدارة على مسوى الإدارة حاجة فقط نوهولها ونولولها أعزائنا وجمهورنا في قناتنا الناس تيفي وأيضا جمهور شبيب القبائل لازمنا نحترم هذا اللاعب واش مدل شبيب القبائل لعب مدل كثير لشبيب القبائل وكان ربما من لعب قلبه وشفناه في كثير من المرات ديما تسقط على هذا الفريق شفناه دريوش وحبه لشبيب القبائل فقط برك لها بعلق لا تسبو اللاعب وجب احترام مسيرته كشخص محب لشبيب القبائل والرأي المعاكس ونحن نحترم كل آراء لحبه يمده إضافة لشبيب القبائل يبقى رأيه حتى وإنك لم توافقه وجب ربما تحليل كلامه أيضا احنا موضوعنا الآن في هذا الفيديو أنه هل يقدر دريوش لو تعطى له فرصة تسير شبيب القبائل يرجع فيه ربما عضو في هذه الإدارة يستطيع أن يخرج شبيب القبائل من هذا ربما الوضعية لمتدب ديبة ماش كاريتية ولكن متدب ديبة مع فريق شبه هش فريق شبه ضعيف مدرب لا يرقى لتطلؤات الجمهور وهل شخصية دريوش تلقى حلول لست أدري في ظل التذكير في ظل غياب بعض الهلول ديرونا لايك الفيديو وابوني في القناة وتركونا تعليق مع فيديو جديد وأخبار شديدة سنوى فيكم بها إن شاء الله في فجي أسكا سلام خوتي ترجمة نانسي قنقر